أفادت هيئة اللبثة الإسرائيلية بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بانيامين تنياهو تؤيد مقترحا جديدا لمصر تم نقله لحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة ووضحت الهيئة أن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة مضيفة أن مصدرا مطلعا يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام على الرغم من تحفوذات نتنياهو